مرحبا أعزائي متابعي قناة ملين بعين عربية شرح اليوم هو الايفون تحديدا إذا فوكس الكاميرا مشتغل عندك فاللي راح تعملك الآتي الخطوات راح تنمشيها بالتسلسل لكن قبلها طلب أنه تشتركون بالقناة فعلون الجرس لايك في الفيديو في البداية كيف راح انحل هذه المشكلة أول شي طبعا عند الاسباب راح تأدي راح نشرحها بالتسلسل أول شي تروح على الإعدادات تنزل على عام تنزل على تحديث البرنامج تتأكد الايفون عندك آخر تحديث بعد راح تنزل على مساحة التخزين هذه المساحة الكلية 128 المستخدم 88 الفرق بيناتهم 20 إلى 30 جيجا لو أقل ممكن يكون سبب لأن المعالج ما يشتغل بصوله صحيحة فاللي راح تعمله تزيد المساحة شكو عندك ألبوم محذوفة مؤخرا تحذفها وعندك هنا مثلا تطبيقات عالية تحذفها وترجعها راح تنزل للمساحة دائما انتبهوا يجيني متابعين عندهم 126 هذا أكبر خطأ يعني أكبر خطأ يكون أنه الايفون ما يشتغل بعدين بصورة صحيحة النقطة الثانية الآن إذا رحت وأخذت بعد ما قللت ورحت أخذت فوكس أيضا ما اشتغل عندك التركيز اللي راح تعمله تفتح شكو غلاف موجود عندك هنا ممكن يكون الغلاف وتمسح الكاميرا بتول يكون حرير طبعا مخصص من شركة آيفون اللي تقول عليه وبعدها أيضا راح تاخذ فوكس بالكاميرا إذا ما اشتغل عندك اللي راح تعملك الآتي راح تروح تعمل إعادة تشغيل إعادة تشغيل زر العلو وزر التشغيل عفون وزر الأعلى هنا راح تكبس عليهم سوية ورح يظهر عندك إيقاف التشغيل بعد ما إيقاف التشغيل ترجع على شغلة تخليفت ربع ساعة وترجع على شغلة وتنتظر إذا ما صار عندك أيضا تحسن بالفوكس اللي راح تعمله تروح على الإعدادات تنزل على عام تنزل على آخر خيار نقل واي عادة تعيين تعمل إعادة تعيين إعادة تعيين جميع الإعدادات إعادة تعيين جميع الإعدادات كل الجهاز راح يعمل ريستارت كل شيء راح ينعذف عندك فقط الباسورد ما للشريحة والباسورد ما الواي فاي راح أترك لكم رابط بصندوق الوصف هذا الفيديو عادة تعيين تمشي عليه حتى لأن إذا كبست بغير مكان ممكن تحذف كل الصور والفيديوهات لكن بهذا الفيديو أمشي به كل شيء ما راح ينحدث من عنده الآن إذا عملت عادة تعيين ومشتغلت عندك الكاميرا أيضا الفوكس بها بصورة صحيحة هذا التطبيق دائما أقول عليه الدعم هذا الدعم ضروري تنزله أول من تنزله راح تظهر الواجهة بهذا الشكل راح تروح على الآيفون مالتك اللي أنت تشك به أو اللي يكون به الخلل راح تدخل على المزيد بعد ما دخلنا المزيد راح تظهر عندك هنا الكاميرا راح تدخل على الكاميرا وتدخل على هنا أملنا إعادة تشتغيل ما اشتغلت هنا كاتب لك بعض الخيارات فأني كلها يعني إذا تريد تقراها أنا كلها قريتها ومطيت تكون الملخص نالتها فإذا ما اشتغل عندك التركيز راح تروح على دردشة مع شركة أبل إما اتصال أو دردشة تمام؟ إحنا كاتب لي الدردشة الاتصال باللغة الألمانية والدردشة تكون إما باللغة الألمانية أو الإنجليزية ورح لولك المشكلة إن شاء الله إذا كان الخلل من داخل الآيفون وبالتحديث لأن الآن بعد التحديث iOS 17-4 للأسف كثير متابعين صار عندهم هذا الخلل فتيت واصلوا إلى الشركة والشركة والشركة تحلهم هذه المشكلة نهاية الفيديو أتمنى استفادية وعطيت لكم الموضوع كامل طالب لا تنسوني بالاشتراك ولايك وتفعيل الجلس رابط فيديو إعادة تعيين راح يكونوا بصندق والوصف أهم شيء تمشون عليه كل شيء ما ينحدف من عدكم في الآيفون ومع ألف سلامة